ما هو أثره؟ أثره أن الناس يتقبلون الواقع السيء دون تغيير وأثره أنهم يجدون في الدول الأخرى نماذج مشرفة نماذج رائعة ويتوقون إليها ولكنهم إذا التفتوا إلى واقعهم فإنهم يرضون بالقليل ومن العجيب أننا نجد إذا جئنا إلى البلاد المسلمة نجد أن هناك مقارنات عجيبة وغريبة في دول عندما يذهب إلى الدول الأخرى يعجب ببعض النماذج بينما هي موجودة في تاريخنا الذي يحررنا من بروبغاندا السياسة تاريخنا يجعل الطبقة السياسية هي جزءا من الشعب وليست من علية القوم أنا أضرب لك مثالا الآن استحضرت مثالا يتداول صورة لأنجلا ميركل المستشارة الأمريكية أنجلا ميركل وهي تتسوق من أحد المحلات التجارية العادية فقالوا انظروا إلى تواضع حكام الغرب هذا التواضع لا يوجد هناك حراس لا يوجد هناك تغطية إعلامية لا يوجد وهي تتسوق تشتري بعض الخبار وهذا شيء يثير الإعجاب ليس كما يوجد في لدى الدول الإسلامية وغير ذلك في تصوري أنه ليست المسألة في أنجلا ميركل ما يثير الإعجاب بين قوسين هو أن الشعب لم يلتفت إليها الشعب الأمريكي الشعب الألماني الألماني لم يلتفت إليها في السوق يتمسح بها ويطلبه حاجة عسورة عليه لا يمكن إلا أن تعطيه هي اللمسة السحرية من أنجلا ميركل كي تمشي معاملته كي تمشي معاملته أو يقضي بها حاجته أو حقه الطبيعي في خدمة ما لم يتمسحوا بها لم يبجلوها لم يقول لا يجود الزمان بمثلها ولها إنجازات بالمناسبة لها إنجازات الاقتصاد الأول في أوروبا ولها إنجازات ويشهد بذلك الأزمة الاقتصادي أزمة اليونان وأزمة قبرص من المعلوم أن أزمة الديون الأسبانية واليونانية كانت المستشار الألماني إنجلا ميركل لها بصمة كبيرة جدا كما هو معلوم ربما يطول بنا الحديث إذ ذكرنا تفاصيلها نعم وجدت لها إنجازات لكنهم لم يتمسحوا بها نجد هذا الموقف يصفق له في الجانب الغربي لكنه يتغاضى عن تاريخنا الذي هو زاخر بأكثر من هذه المواقف عندما يأتيك الفاروق رضوان الله تعالى عنه نائما تحت شجرة ويأتيه مبعوث من إمبراطورية من الإمبراطوريات يقول فيرى أين عمر يراه نائما عدلت فأمنت فنمت أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت فيهم قرير العين هانيها رضي الله عن الفاروق مبادئ موجودة عندنا كيف أنهم لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا ما قالوا هذا صحابي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذن هي المسألة مسألة كما قلت سابقا هي بيع الناس بيع الولاءات لكي تتسق مع اتجاه سياسي معين يقارن مقارنات زائفة يجعل في نفسه نوع من الإيقاف المؤقت لتفعيل المبادئ الإسلامية نعم